اشتركوا في القناة القائد الاعلى نايب الاول رئيس مجلس الوزراء في قصر الاسقير هذا اليوم معالي السيد دون برامو دويناي وزير خارجية مملكة تايلاند الذي يزور البلاد للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند ورحب حضرة صاحب الجلالة بمعالي الوزير التايلاندي الذي نقل الى جلالته تحيات جلالة الملك فجر لونكون دي بايا ملك مملكة تايلاند الصديقة ومعالي الجنرال برايوت شان اوتشا رئيس الوزراء بمملكة تايلاند وتمنيات جلالة ملك تايلاند الخالصة لشعب مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والرقي فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لجلالة ملك تايلاند ولشعب تايلاند الصديق بدوام الازدهار والتطور ونوه جلالة الملك المفدى حفظه الله بالنتائج الطيبة التي اسفر عنها اجتماع اللجنة البحرينية التايلندية المشتركة والتي سيكون لها دورا هاما في تعزيز اوجه التعاون الثنائي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية واشاد جلالته بالنتائج المثمرة للزيارة التي قام بها جلالته لمملكة تايلاند العام الماضي والتي شكلت تطورا هاما في مسار العلاقات المشتركة باعتبارها دفعة قوية للعلاقات التاريخية الوثيقة مؤكدا جلالته ان مملكة تايلاند دولة صديقة لها دور محوري في محيطها الاسيوي والدولي في ظل ما حققته من انجازات وتجارب ناجحة على المستوى الاقتصادي والتنموي والسياحي وانوه جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات البحرينية التايلاندية مؤكدا جلالته تطلع المملكة لتعزيز الشراكات القائمة والاستفادة من خبرات وامكانيات البلدين في دعم المشاريع والبرامج بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين معربا عن تقديره لإسهامات الجالية التايلاندية في مسيرة البناء والتنمية في المملكة وما تحظى به جهودها من احترام وتقدير من قبل الجميع من جهته اعرب وزير الخارجية التايلاندي عن تقديره للدور المهم لجلالة الملك المفدى يده الله وجهوده الدؤوبة في ترسيخ الروابط الثنائية وتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على كافة المستويات وما تشهده مملكة البحرين من رقي وتقدم تحت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله مؤكدا أن زيارته تأتي امتدادا للزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين والتي تجسد رغبتهما في تطوير أسس التعاون المشترك بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر